هل حد فينا كان عنده شك في اللاعبين في مباراة الوداد؟ أبداً والله أبداً كنا ألقانين طبعاً لأنك بتلعب فريق كبير الوداد مع جمهوره هناك ولكن حتى لو نتيجة تتنصف كنا نبقى ألقانين ولكن أنا شخصياً من الناس اللي عنده ثقة كبيرة جداً في مجموعة اللاعبين اللي موجودين دلوقتي كلهم لعيبة على قدر المسئولية عودون على البطولات تعودون على أنهم لما بيخسروا حاجة بيرجعوا ياخدوها مرة تانية في ظهرهم إدارة قوية إدارة كرة قوية ومجلس إدارة بيلبي لإدارة الكرة كل ما تحتاجه قدرنا نجيب مدير فني على أعلى مستوى وبالتالي كلنا ننتظر إيه اللي حيحصل اليوم الخميس النهاردة التلات عندك التلات الاربع خميس كله لغاية لوقت المباراة التركيز فقط على مباراة حرس الحدود وموجهة حرس الحدود فقط لغير وهو ده اللي أنا منتظره من كل اللاعبين ومن الجهاز الفني مين اللي حيلعب؟ معرفش طب مين اللي حيرايح؟ معرفش هل في حد هيرايح؟ معرفش ولكن اللي حيلعب يبقى عارف أنه هيلعب بتشيرت النادي الأهلي مرة تانية وثالتة وعشرة والنهاردة هتسمعوا مني النهاردة وبكرة هنسمع الكلام ده كتير البطولة الحداشر في الدولاب في النادي هناك عند الدكتور سعد شلبي الدولاب اللي قدامه أو اللي جنب المكتبه مكتبه يعني هتلاقي فيه البطولة الحداشر موجودة في الدولاب خلاص هنروح نتفرج نقف جنبها نتصور انتهى الموضوع مباراة حرس الحدود ثلاثة نقاط أو بداية العودة للدوري وثلاثة نقاط تضع على النادي الأهلي في مكانه الطبيعي صدارة الدوري هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه